يسوع وقوة حياته ايه قوة حياته؟ بص يقول هنا ايه؟ عدد اتنين جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم وقفة قوة حيات الرب يسوع انه كان مملوا من الروح القدس مفيش لحظة جات في حياته ما كانش ممتلئ من الروح القدس وعايز نتذكر مع بعض دور الروح القدس والمسيح اقنوم الروح القدس مع اقنوم الابن وسنجد ترابط معزي جدا 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 الرب يسوع حبل به في بطن المطوابة مريم بالروح القدس الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدس المولود منك يدعى ابن الله تكون هذا الناسوت الطاهر بعمل الروح القدس لم يكن بأي تدخل بشر ولذلك ولذلك فان ناسوت الرب يسوع ارجو ان تسمعوني جيدا في هذه النقطة التي تكلمت فيها قبل ذلك كثيرا وأتكلم فيها ناسوت الرب يسوع كان غير قابل للخطأ ليس فقط انه لم يخطئ لكنه غير قابل للخطأ ولا غير قابل ان يجرب من داخله ما فوش شهوة وما لايه بقى فيه ما هو قد تقلم مجربا دي جايله من بره الشيطان جربه الناس جربه كانت ظروفه صعبة جايله من بره لكن هو من جوه نقاوة كاملة وإلا يبقى ايه داعي ان هو اللي ياخد عمل الفداء ويكفر عن خطيانة يبقى افتيح حاجة نقصة ما تنفعش وحاشة لا فقط ان الرب يسوع حبل به لكن الرب يسوع موسح بالروح عند المعمودية مش بس اتحبل به لكن اتنسح بطرس يقول عنه في اعمال عشرة وهو في بيت كرنليوس يقول عنه الاعبارة دي يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة امتى مسحه في المعمودية اتعمد من يحنى المعمدان السماء اتفتحت الروح القدس نازل في هيئة جسمية مثل حمامة وصوت الآب يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سريرد تلاتة الرنب يسوع كان ممتلئا من الروح لوق 4 مباشرة بعد المعمودية يقول ايه فرجع يسوع من الاردن وهو ممتلئ من الروح قد ديه الكلمة دي بتأثر فيه تمانا تأثر في كل واحد فينا ممتلئ من الروح يعني ممتلئ ولا مرة يتقال عن الرب يسوع فامتلئ تقول لي ايه الفرق الهده فرق كبير يعني بوتروس فامتلئ بولس فامتلئ لكن الرب يسوع ايه ممتلئ بالانجليزي تبين والتانية فل يعني ده مجتش لحظة في حياة واحتاج انه يتملي من جديد لانه هو ايه احنا غلابة احنا نتملي في وقت بس ايه ما ناخدش بالنا من روحنا نهمل شركتنا مع الرب لوحد تطلع من لسانه كلمة مش في محلها يحزن روح القدس نعترف عشان يحصل ايه نمتلئ ده اذا كنا مشتقين للامتلاء يا رب حط في قلوبنا اشتياء للامتلاء بالروح شعبك يحتاج للملء بالروح شكرا